ما شاء الله زبط كاميرتي وين نقاط القوة أعتقد عيدي السؤال الحبكة والحضور النقاط اللي أعتقد اللي تحضرني الان وهي الأبرز يعني أنا لما كون على المسرح وعلى الكريسي الأحمر أشعرني سوي كت ونعيدة لأن الكريسي كأن أنت جالس على التاريخ الكريسي السيثنائي اللحظة السيثنائية أنا جاي المسابقة عندي هدف ونقطة والمسابقة ما أخذها من السباق أنا مالي مرحلة صمود أنا مرحلة هجوم ماشي بإذن الله إلى هدف معين بإذن الله المنافسة والتحدي ما يحتاج إلى ترويض يحتاج إلى شجاعة وثقة أنا أستفيد من ملاحظات اللجنة حتى للشعرات الثانية أنا ما جيت شعر المليون إلا عشان أبقى الآخر مرحلة والآخر نقطة والآخر جولة بإذن الله كت بلا كيف ستاند باي أكشن شفتار زايد وافتخر فيه فعايلها راسك ينوش الغيم في علمها الطيب ترقى على متن الهبايب رحايلها مسبار يسبح بالفضاء ما هو قريب الجود والناموس أصغر فضايلها والباقية من طيبها تكود وتهيب كثرة مفاخرها وكثرة جمائلها صرنا نسميها على الوابل الصيب السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الساكم الله بالخير مسي على اللجنة الكريمة بالخير وسعيد جدا وأشكر حظي اللي خلاني أصبحكم للمرة الثانية ومسي على الحضور معنا بالمسرح والجمهور خلف الشاشات أسأل الله أن يكتب لي الحضور الخفيف في ظله الثقيل في طرحه بإذن الله يقول جارنا الغالي يشفيك من الضايق وعودك هزيل وأنت جنبيتك تقضي الحاجة وعودك طرب قهوتك قبرة الكيف وصل العرب برضك دليل قبل الله تبذر الزعفرانه ويصفك المهب انشد جسور بغداد وضفاف دجلة والنخيل واسأل المغترب عنها ليش هاجر واغترب من توكل بساسان أصبح على ذله وكيل ومن توكل على الله غدا حسبه ونعم الحسب علم الضبع بالكهف علم الضبع بالكهف ماهو بكل صبر جميل علم الضبع بالكهف ماهو بكل صبر جميل وثارنا ماهو يبات ومحمدينا بل عرب لو يطير غرابه علينا انطير له فصيل امهات المنايا على الغيم جرتها لهب نرمي ثياب الأحنف الياصار ملبوسة ثقيل ونلبس ثياب ذيقار ونفك معقود النشب يا من الضبي برياضنا ويرتعب ظلم ظليل يا من الضبي برياضنا ويرتعب ظلم ظليل وجارنا يفترش نونة العين واغطاها الهدب الوطن تذبحه دمعه وينعشه دم من يسيل هبته عطر وحجارها اللول وترابه ذهب يا نعيش ومقامه على العز والوجه الطويل يا نموت بشرف دون أبرار لحان الطلب سلامتكم وانتسالم يا حامد شكرا على هذه القصيدة ذات البعد السياسي عن الجار اليمن من الشقيق اللي بينتصر بإذن الله على الميليشيا الحوثية بوقفة جيرانه من دول التحالف معه لفت انتباهي في هذه القصيدة الجميلة في التصاوير الشعرية اللي موجودة فيها تنوع الأساليب الشعرية عنده والمحسنات البديعية في القصيدة وكذلك الاستعارات الرمزية على سبيل المثال البيت اللي تقول فيه لو يطير غرابه علينا نطير له فصيل مهات المناية على الغيم جرتها لهب نرمي ثياب لحنف نرمي ثياب لحنف لها صار ملبوسة ثجيل ونرمي ونلبس ثياب ذيقار ونفج معقود النشب إضافة إلى هذا التصوير الشعري الجميل أو التصوير الشعري الجميلة البلاغ اللي موجودة في البيتين هذي وفي كل القصيدة بشكل عام وأيضا العمق اللي موجود في المعنى فهذه القصيدة أشوف أنها تكاد تكون مكتملة الجوانب الجمالية اللي فيها بما يجعلها مميزة بمعنى الكلمة شكرا لك يا حامد من هذا كل التوبيت حياك الله يا حامد ونص حقيقة في غاية الروعة من مشد القصيدة إلى دخولك في الموضوع إلى الخاتم أعجبني المناشدة الجار والنداء له وحق الجيرة وحفاظك عليها والتنبيه أيضا للجار من خلال إنشهد الجسور بغداد وطفاك دجلة والنخيل وسأل المغترب عنها ليش هاجر واقترب هذه الأحداث اللي أتابها ساسان وسلسلته وكيف أحدث تحول خطير حقيقة في العقيدة ليس مجال شرح ما فعله لكن رسالتك كانت واضحة أيضا توصيت الجار بالتوكل على الله وأيضا أنذرت من يعبث ويلعب بالنار مع جيرانه والتقاطك حقيقة لثارنا ما يبات كانت الثقاطة جميلة ويستحق حقيقة من قالها يعني رمز من رموز الوطن العربي يا محمد العز يا محمد العز المطرز بالإجلال نشوف زايد شخصا من خلالك دمث الجناب والصعيبات حلال يا زبن مصكت عليها المهالك يا فزعة المضيوم لا عجز يحتال يسعد عينه فيك لا من عنالك ما يشبهك غير أنت لو قيل من قال يقول له التاريخ لا جاء مجالك أيضا ذكرك لمحمدين طبعا الشيخ محمد بن الزايد والأمير محمد بن سلمان محمد ولد سلمان تاج الأمارة نسلها للعوجة ملوك الجزيرة كسبت من سلمان هيبة وقاررنت للعظايم ما تروم الصغيرة وحزت المراجل كلها عن جداره ابن الملوك الذي تقود المسيرة لنا حق جدا يعني التفاتك لذكر ولاة الأمر هذا شيء نفخر فيه ونفخر فيه أمام العالم وهذا من الولاء حقيقة نص جدا جميل كان التوجيه فيه بأدب وتهديد ومناصحة اكتمل النص أنا أقول لك صح حسانك يا صح بدانك يا إن شاء الله يطول أمرك حامد النص جميل يعني من أهم صفات هذا النص اللي أمامي التكثيف التكثيف في معنى أن العبارة الشعرية المتماسكة كل كلمة فيها تؤدي واجبها بالتضامن بينها وبين بعض ولذلك وجدنا أن الأبيات الأولى مثلا الثلاث أبيات أو البيتين الأول في المطلع وجدنا كل كلمة بالفعل لها المعنى الخاص بها يعني جارنا الغالي يعني هذا برواز هذا إطار لأنه حتى لو حدث ما حدث إنه جار غالي أخون شقيق في تعريفك لهذا الجار طبعا أنت ما ذكرته بالإسم لكن مثلا لما قلت أنت جنبيتك وعودك طرب وقهوتك كذا وأصل العرب كل هذه التعريفات اللي هي من خلال الكناية أوصلتنا المعنى ولكن بصورة جميلة استطاع الشاعر من خلالها أنه يجمل هذا الجار ويذكر بالأصول ويذكر به هذه الجيرة وما استهر به في ظل وجوده كعضو في الأمة العربية بعد ذلك وجدنا أنه في عندنا كتلة ثانية جميلة جدا اللي هي ابتداء لما قال من توكل بساسان أصبح على ذله وكيل ومن توكل على الله غدا حسبه ونعمل حسب علم الضبع بالكهف يعني هنا برضو الإشارة إذا لم تتوكل على الله وتوكلت على هؤلاء الناس فكأنك أنت جلبت الضبع إلى كهفك وأسأت إلى نفسك قبل أن تسيء إلى الآخرين هكذا بدأت القصيدة كل كتلة فيها نوع من الكثافة الشعرية التي هي من صفات الشعر يعني من أهم صفاته العبارة الشعرية المكثفة قصيدة جميلة جدا بس أسألك يا حامد من توكل على الله غدا حسبه ونعمل حسب شو رأيك الحسب؟ هل هي في مكانها ولا الحسب؟ معروف لكن الاحتساب هو الذي تشير إليه على كل حال قصيدة لا يكلل منها هذه الكلمة وهي قصيدة جميلة نشت تشكر عليها يا حامد الله تولين شكرا 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 شكرا